يا ربي إن شاء الله يا ربي جي أسكا كاليفي إن شاء الله يا ربي 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 لما دوكا دوكا تحرر بعد نحكي والجيم بعد إن شاء الله دوكا بالنتيجة هذه شبيبت القبائل راه تحرر ورح نكون أحسن إن شاء الله في المباريات اللي جاي راني بها تجمعه ربما بقى لك نيدرت اللايف وبهات الهدف الثاني هدك فريت فيها جماعة لأنه كان ضغط وكانوا سجلوا لنا هدفه تلغى ومزيد تلغى والحمد لله هدف رائع من هارون من أين لك هذا يا هارون هدف رائع على طريقة بليلي على طريقة دافيد بيكام على طريقة والله العظيم نتمنى نتمنى والله هارون هذا سيدني طريب من جوار الحمد لله جياس كاتكالي فيه هذا هو ردا على المشككين اللي شكوا فيه فيه شبيبت القبائل قادر تكمنطي وتقولوش بيه متحمس رغم أنه أنا متحمس النتيجة صح المقابلة ما سارتش كي ما حابين احنا وما كنا شاتين شبيبت تلعب الطريقة هذي ولكن ولكن نقولها ونعودها الحفاظ على الهدف لما تكون فائز هدف مقابل صفر تأكد باللي رقاء الأوداره دايما يكون صعيب ربما نقص تنسيق لو كان هناك تنسيق وكذا ديك لكانت ربما ربما كانت اللعبة أفضل من هكا راح نوليوا اللعبة من بعد بل فرحة هدي من المنبر هذا هدف رائع جدا من هارون هدف هايل 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 نشكر بن سايح كنت في اللايف قبيل اللي كانوا معايا بن سايح كان رائع جدا بن سايح كان كان أدى دوره كما ينبغي أدى دوره لما يكون بن سايح يدافع دافع الكوطي هدف اللي كان ضنجي الجهة اليسرى تعالجيش المالكي رقم 17 ما تذكرش اسمه تعالجيش المالكي كان ضنجي في اللقطات كل اللقطات كانت خطيرة من جهة اليسرى المهم الحمد لله عدتها سلامات عدت سلامات الفريق فريق العشاب يبتقى بعين غط بزاف الجيش المالكي ولكن هذه هي لوجيك كورة القدم تقول لك مد كل فريق الجيش المالكي لأنه خاسر في بلاده حسي لا لوجيك أنك تكون خاسر هدف مقابل سيفر ولازمك ردد فعل هذه هي دوماج من المنبر هذا لأنه لازمنا نهضر على المغاربة لأنهم والله يدعموني القناة نشكرهم لازم نوجه لهم الشكر هذا الجماعة لي دعمت المنبر هذا هارد لك لفريق الجيش المالكي نتمنى لك الخير في استحقاقات قادمة المهمة أنا جبني المايوتا شابي بتقابايل اليوم بتكاليفين يا جماعة تكاليفين ربما الفرحة هذه قادرة تقول أنت فريق شابي بتقابايل ولازم الجماعة لي تكومنتي هذه المساعة قادرة تقول فريق شابي بتقابايل لو مالف بالحواج هادو عملوا العام الفارط ولا ناطره بالعام يا عملوا ولا وطرع الفينال وقدمنا صح على باري بهذه الحواج بوكل صح عملوا لو مش كيما السنة جمعو السنة شفنا شفنا وش صرات شابي بتقابايل من مشاكل وش صرات تغيير الإدارة تغيير اللاعبين تغيير تغيير شفنا السمنة هادو كيف كانت دقت له وش صرات خلال الأسبوع بدون رجوع للهضرة هادو هما يخليك أنك يخليك أنك تفرح بعد ضغط بعد الضغط لازمك تفرح هادو 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 نتمنوا أنه الجمهور هادو شابي بتقابايل لازمو اللي قاد يسمعني يكمل الفيديو يا جماعة يسمع يكمل فيديو بها يعرف وش قاد نحكي ما نش يبارس مشجع لازم نحضر هادو هادو وخلاص 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 ما تحوسوا ما ما لبريش ناشكونا والله المهم راني فيف جياس وخلاص اجمع هادو هادو المهم لانو اللي وبرو ما نخرجو على الموضوع نزيد نشكر بن سايح لي كان رائع في المقابلة قلت قبيلا باللي اللعبة في المنتخب الوطني زادت زادت اعطاته الرازانة هديك والتقبطين تا وكي ولا كابيتان دي كيب ولا تحمل المسؤولية وكي ولكم شرف كبير انك اللعبين هادو عندكم واحد كابيتان كيب كيما بن سايح بن سايح المباراة اليوم والله جاهد في الطيران اليوم كان محارب في الملعب كمهاجم وك وكمدفع هادي هي ربما الفرحات قادرة من الفرحات دهب لك الكلمات ولكن خلاص الموضوع انه عمل تاني ما زال كبير عمل لي اسطنبولي صح اليوم شابه بتقبائل لمسات حا ما كانش حاضرة ربما ربما انا شت بالك تفرش بالأعصاب ماش والله تفرش مقابلة ماخرش من بلك مرمش ماخرش خلاص من الاخر ولكن بالأعصاب ربما قادر يفوتوني لقطات ولكن توزيع اللاعبين ربما 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 لانه تلقينا هدفين الحمد لله ما تقباش الهدف التاني هدك ولكن كين خالل في وسط الدفاع وكين خالل في الوسط الميدان الدفاعي وكين خالل في وسط الميدان الهجومي ربما ما كانش تنسيق الحمد لله عندنا هارون شاهد وشاف تيرام ليه وكان حاضر دهنيا هذا لماذا نقولك كان حاضر دهنيا لانه اكثر تحكم في الكرة كان وشاهدنا ونال ربما هو رجل مباراة في هذا الاخر وراح يكون رجل مباراة في الجولة انشاء الله لانه شاف منيه القارض يمليه وسجل هدف على تاريخ بلايلي على تاريخ بيكام لشاف لليشف الهدف بيكام هذه هي ربما غلوبت من الهطرة بزاف لاني اطرت بزاف ولكن الاجماعة راهي تكاليفات شابة خبائل والقادم افضل انشاء الله لاني لاني ربما دخلت في سيراء كلامي مع بعض بعض المشجعين انان اطبر مشجعين ولكن قادر يكونوا سلبي عندهم سلبية الفريق صح كان سلبية في الفريق ولكن شجعهم برك والقادم افضل بربي انشاء الله هذا هو الفريق تكاليف انشاء الله الفريق راح يكون احسن انشاء الله في القادم بربي انشاء الله من المنظر هذا ومن تحليلنا ومن مشاهداتنا ومن متابعتنا لشبيب القبائل على كل صغيرة وكبيرة نتمنى بالإدارة توفي بوعودها وإدارة لازم توفي بوعودها ماليا حتى يكون الاستقرار ربما تاني زي شبح روحة إداريا ربما هك هذه وصائل ربما من 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 مناصر هذا هو وشكي اليوم الحمد لله تكاليفينا درك وشكي وجديد راح نكونوا معها انشاء الله ما تنسوش اشمعها تابونيونا في القناة ديرونا الإعجاب كومنتيونا وفيف جياسكا الحمد لله يا رب العالمين سلام خوتي وحدوش وأوني برك شكرا